عزين برضو نتكلم عن شباب بلوزداد كتير ولكن الزمالك تيم كبير وله خبرات كبيرة والتاريخ والسيفي طبعا تقدرنا احترامنا لشباب بلوزداد ولكن النهاردة علشان نادي الزمالك يكسب هذه المباراة في اولى مباريات دور المجموعات المتشاط اللي على ارضك دي خلصانا ما لهاش يعني ايه لا تقبل الجدل خاصة في دور المجموعات ده ما فيهاش ظهر ممكن بارا نختب بونت تختب ثلاثة بونت قصة تانية لكن المباراة على ارضك لازم اكسب بصة طارق الكورة عودتنا والبطولة الافريقية دي عرفت تكسب في ملعبك وتعمل نتيجة ايجابية بره ملعبك تحاول بقدر الامكان تعمل نتيجة ايجابية بره ملعبك اللي هي ايه اللي هي التعادل على اقل تقدير دي الحالة الوحيدة اللي تخليك توصل للي هي الحاجات اللي بعد كده النهايات بقى نهايات البطولة انت بتلعب تيم قوي لازل لابد ان نعترف بان هذا التيم وطبعا القرعة وقعت الزمالك برضو وعلى فكرة يعني الزمالك فيه اوقات كتير جدا ما ببقاش محظوظ في حاجات كتير قرعة دورة عام تخليك مش عارف ايه قرعة بطولة افريقيا اشياء قدرية وهذا هو قدر نادي الزمالك فاحنا لابد ان احنا نقتنع بان تيم شباب بولزدادة تيم قوي جدا لابد ان يحترم ولابد ان تضع في الاعتبار قوته ومكانته في كرة القدم هو بطل الدوري الجزائري ولكن تعلم ان كرة القدم في الجزائر طبعا كرة القدم الجزائرية متطورة جدا وهو بطل الدوري زي برضو كرة القدم المصرية مع المتطورة ونادي الزمالك هو البطل في اخر سنتين صح؟ معنا غرفة ملابس نادي الزمالك برضو في الكادر يا جماعة فمباراة قوية جدا انت عوامل الفوز عندك اكتر المباراة على ملعبك وسط جماهيرك انت النهاردة اشدت بالجمهور على فكرة يعني انا بيصعب عليها جدا لما بنقعد نقول الجمهور واعداده لان جمهور الزمالك دائما متواجد في اي وقت من الاوقات وفي اي حالة من حالات كرة القدم جمهور الزمالك متواجد فهو طبعا هو الدعم الاساسي والقوي لنادل زمالك جمهوره فجمهوره ان شاء الله يبقى موجود وان شاء الله يبقى جمهور الزمالك متواجد والفرقة بتحقق لهم طموحهم وبرده ده لازم يبقى موجود جوا اللعيب